شاهدنا مؤخرا الحديث بشكل كبير على رفع معدلات الفائدة لدى البنوك المركزية العالمية للفترة المقبلة وتحديدا بداية من العام 2022 على إثر هذه التحركات الأخيرة شاهدنا حركة على أسعار النفطة ولكن نقف على أبرز الأرقام التي وصلتها أسواق الطاقة مؤخرا في العام 2021 كانت قد حقت مكاسب قويا نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 50% خلال عام 2021 والاستفادة من المعدلات الفائدة الصفرية التي كانت قد وصلت إليها العام الماضي ولكن تقلبات أسعار النفط الآن ومخاوف من رفع هذه المعدلات للفترة المقبلة رفع وشيك لأسعار الفائدة الأمريكية توقعات برفع لعدة مرات ابتداء من مارس 2022 وتوجهات بتجديد السياسة النقدية للفترة المقبلة وهذا ما صرح به مؤخرا رئيس الفدرالي الأمريكي جيرون باول عن تجديد هذه السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة رفع الفائدة يضغط على أسعار النفط نتحدث عن أبرز الأسباب ارتفاع تكلفة حيازة الأصول المقاومة بالدولار وهذه العقود أو عقود النفطية المقاومة بالدولار سوف يكون هناك رفع لمعدلات الفائدة قد تضغط على أسعار النفط للفترة المقبلة وحيازتها من قبل المستثمرين النتيجة تعطي أعزوف المستثمرين على الأصول الدولارية خلال الفترة الماضية لارتفاع مستويات أو معدلات الدولار بالنسبة للمشهر خلال هذه الفترة ولكن إن وقفنا على النظرة التاريخية بشكل عام عن معدلات الفائدة الأمريكية وارتباطها بأسعار النفط عالميا كنا شاهدنا بعض الدراسات التي تقول أن صدمات الفائدة تشكل 11% من تقلبات أسعار النفط شاهدناها على مدار التاريخ خلال السنوات الماضية تحديدا إن تحدثنا على عقب ما بين 1980 و1990 تراجحت أسعار النفط بنسبته 17% وكان سبب رئيسي قوة الدولار وارتفاع معدلات الفائدة بعدها خلال الأزمة المالية العالمية 2008 انخفاض الفائدة كان أحد أبرز أسباب ارتفاع أسعار النفط وهذا ما شاهدناه بالمكاسب التي كانت حقتها أسعار النفط العام الماضي ووصول معدلات الفائدة إلى مستويات صفرية حول العالم كنا شاهدنا المكاسب كان قد اقترب من مستويات 90 دولار خلال العام الماضي بالنسبة لهذه التحركات الأخيرة 2008 نقف عندها الأزمة المالية العالمية وخفض معدلات الفائدة بعد تلك الأزمة متوسط الأسعار كان عنده أكثر من 92 دولار للبرميل 2014 بعد انتهاء عصر الأموال الرخيصة شاهدنا تراجعات من هذه المستويات إلى ما دون التسعة أو تسعين دولار بالنسبة لبرميل خام وكذلك الارتفاعات شاهدناها وصلت على الدولار 15 في المئة هذا ما ألقى بضلاله على أسعار النفط ما دون التسعين دولار للبرميل متوسط قبل وبعد كنا شاهدناه من التوقعات 2019 وصلت إلى بالنسبة تحديدا نتحدث عن أزمة جائحة كورونا هنا بالنسبة لهذه المستويات في 2019 كان عنده حدود 58 دولار ولكن في العام 2020 وبعد الصدمة الكبيرة التي تلقتها أسواق الطاقة وصلنا إلى مستويات كانت قد وصلت إلى 37 دولار لترتفع من جديد إلى مشارف 65 دولار وكنا تحدثنا عن خامبرينت الذي كان قد لامس واقترب من مستويات 90 دولار مع نهاية العام الماضي وخلال العام 2021 وما لكن ما هي أبرز المخاوف التي لا تزال تحيط بالطلب تحديدا مؤخرا شاهدنا مخاوف من عودة المتحورات للأسواق من جديد وهذا ما سربما يضغط على الطلب على النفط ومزيد من المعروض خلال الفترة المقبلة وذلك تحديدا مخاوف من إغلاقات جديدة قد تقوم بها الدول مثل ما شاهدنا في العام 2020 نتحدث عن ارتفاع هذه المعدلات الإصابة بفيروس كورونا الصين ثاني أكبر مسهلك للنفط في العالم شاهدنا تراجع وانخفاض في الوردات إلى 513 مليون طن في العام 2021 تحدث عن مستوياته الأدنى منذ عشرين عاما بالنسبة لهذا الانخفاض وأول انخفاض تشهده الصين كأكبر مسهلك وكنا شاهدنا الإجراءات التي قامت بها كبرى مسهلكين للنفط في العالم للوجوء للإستراتيجي النفطي فإذا ما هي توقعات أسعار النفط أو أسواق الطاقة للفترة المقبلة في ظل توقعات رفع معدلات الفائدة